لاحظونا تمرين 1.76 اشترى رشيد 12 قنينة تحتوي كل منها على 3-4 لتر من الحليب المعقم احسب كمية الحليب التي تحتويها 12 قنينة 12 قنينة 12 مرة 3-4 لتر كم تمثل هذه الكمية من الحليب كل قنينة فيها 3-4 نكمل مرة 3-4 كم من مرة 3-4 3-4 3-4 لتر كم من مرة 12 مرة تابعوا جيدا نلاحظونا 3-4 لتر 3-4 3-4 لتر كم من مرة 12 مرة اذا كم هي كمية الحليب الموجودة في هذه 12 قنينة كيف سنحسبها؟ 12 مرة 3-4 لتر يعني 12 في 3 على 4 لتر تساوي 12 على 1 في 3 على 4 البسط في البسط والمقام في المقام بالنسبة للضرب لا نحتاج لتوحيد المقامات إذن 12 في 3 على 36 و 1 في 4 على 4 36 تقسم 4 تساوي 9 لتر الخارج مضبوط تساوي 9 لترات من الحليب إذن هذه 12 قنينة من فئة 3-4 لتر فهي تساوي 9 لتر من الحليب مثال آخر مثلا لاحظونا مثال آخر مثلا اشترى السيد إبراهيم 10 قنينة من العسل كل قنينة بنصف لتر اشترى إبراهيم 10 قنينة من العسل كل قنينة بنصف لتر إذن كم من العسل يشترى؟ لاحظو نصف لتر نصف لتر من العسل نصف لتر من العسل نصف لتر من العسل كم من مرة؟ 10 مرات 10 قنينة يعني 10 مرات نصف لتر كيف سنحسبه؟ بنفس الطريقة كيف سنحسب هذا العسل قلنا 10 قنينات من نصف لتر إذن 10 مرات نصف لتر يعني 10 في 1 على 2 10 مرات نصف لتر 10 ديال نصف لتر نصف ونصف ونصف 10 مرات هي 5 لترات كيف حسبناها 10 هي 10 على 1 على الطبيعي كما قلنا نكتبه على 1 في 1 على 2 10 في 1 عشرة 1 في 2 إثنان البسط في البسط كما قلنا والمقام في المقام إذن 10 على 2 10 تقسم 2 تساوي 5 لترات إذن اشترى هذا السيد 5 لترات من العسل تمنى لكم دائما التوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر دائما ندعوكم الاشتراك في القناة ودعمنا وبالتوفيق للجميع